كتير مننا اكيد اتعرضوا لحوادث بسيطة بحياتهم يمكن سببت لهم ردود او كسور او اي شيء تعني ممكن يأثر على العظام اليوم نحن بنحكي بفقرتنا الطبية مشاهدين عن الكسور والردود كيف منقدر نحن نعالجها بحالات اسعافية طبعا قبل ما ننتقل لعند الدكتور وكيف ممكن يكون تشخيص الكسر والرد وكيف نقدر نحن نميز بين الكسر والرد وقالية التشخيص والعلاج رح يكون ضيفنا بالاستوديو الدكتور منذر بغداد اختصاص عظمية اهلا وسهلا فيك سعد صباحك اهلا وسهلا فيك اهلي كسعد صباحك دكتور سباح الخير حضرتك بداية يعني مثل ما ذكرت مها كتير من الاشخاص بغلطه بين الرد والكسر اولا شو هي الاصابات الردية الممكن يتعرض لها الشخص وكيف مميز بين كل اصابة والتانية طبعا احب قلك بالبداية دائما الاصابات الردية او الردود والكسور والحوادث وهالامور هاي دي من اكتر الحالات اللي بتراجع المؤسسات الطبية او المشافي والمؤسسات الصحية المراكز الصحية يعني الطبية طبعا مشاهدة بكسرة الحالات الردية والاصابات وتختلف هذه الاصابة حسب شدة الرد يعني ممكن يكون عبارة عن رد بسيط يؤدي الى حدوث ازية عضلية خفيفة او كدمة موضعية او تمزق اربطة خفيفة او تكون ازية شديدة قليلا بتؤدي الى حدوث كسر او تفرق اتصال عظمي او خلع مفصلي او الى اخرى طبعا لتمييز هذه الحالات عن بعضها نعتمد على مجموعة من النقاط الاساسية يجب ان يكون هناك فحص سريلي دقيق للمريد يعني قبل من نقول شو هي الاصابة ونشخص الحالي يجب ان يكون هناك فحص سريلي دقيق للحالي وهذا الفحص يتضمن عدة نقاط فحص موضعي لمنطقة الاصابة وفحص عام للمريد بشكل عام يعني المريد المتعرض لحادث مثلا حادث سير او سقوط من ارتفاع او اي شي ممكن يكون عنده ازيات متعددة ومختلفة مناطق مختلفة من الجسم فنحن نلتفت لمنطقة الازية الكبرى ونغفل مناطق اخرى متأزية ايضا قد تكون مهددة للحياة فيجب ان يكون هناك فحص سريري دقيق للحالي المرضي المراجعة للمشفى او المؤسسة الصحية ولا قسم الاسعة يعني يفحص المريد وهناك اولويات يعني اولويات في الفحص الاولويات اللي نعتمد علي بالفحص هي مثلا يجب الاعتماد على فحص الصدر فحص مجرى التنفس التأكد من سلوكية مجرى التنفس هذه امور حياتية بعدين من انطلق الى فحص الاطراف السفلية او الاطراف العلوية اللي هي ممكن تكون ازية واضحة اكتر من ازية المناطق الاخرى فيجب ان يكون فحص دقيق واستقصاء شعاعي وطبعا استكمالات للتشخيص تمام كثير من الاشخاص ممكن يتعرضوا لاصابة يتنشوا هيدا الموضوع ما يعيروا هيدا الموضوع اي انتباه بعد فترة زمنية قصيرة عدة ساعات ممكن يصابوا بحرارة او برودة شديدة هذا الشي ممكن يدل انه فيه كسر بالموضوع هذا الشي شائع جدا بين الناس انه اذا صار في عنده برد كتير او برد يعني وكان عنده وقعة من فترة قريبة معناها هو في عنده كسر خلينا نعرف ليش بتصير هيدا البرودة بالجسم على الاقل لك شلون دائما الاصابات الاصابات الربضية او الكسور الحقيقية على اغلب المريض بيراجع في المؤسسة الطبية او المشفى او قسم الاسعاف على الاقلاء السبب هو وجود الالم وجود تشوه وجود بعض المعطيات الاساسية اللي بتخلي المريض مجمري يراجع للمؤسسة لكن هناك بعض الاصابات مثلا الخفيفة مثلا اصابة ردية مانا اصابة ردية شديدة عملت عبارة عن رد هالرد هيدا عمل تهتك نسيجي خفيف هالتهتك النسيجي المريض استمر بالحركة فيه ضل يشتغل ضل يعمل تحول هالرد هذا الى تجمع دموي او هيمته تشكل ورم دموي هالورم الدموي بيتعرض لحالات او اختلاطات او مشاكل اخرى ممكن يكون حالة انتانية او حالة التهابية تحول من ورم دموي لخراج مثلا بيبلش يوقع بالمشاكل التانية لذلك اي رد او اي حالة مرضية يجب ان يراجع المشفى المريض يجب ان يراجع المشفى وانا ممكن يوقع فيه المشاكل والاختلاطات لحكيتي يعني هاي دي الحالة عم نحكي عنا دكتور ممكن تصيب اكتر شي الاطفال اللي ممكن يكونوا بالمدرسة عم يلعبوا ويجووا عالبيت ما يخبروا اهاليون انه هن نوقعوا تصيبوا هاي دي الحالة ولكن الاهل ما بيعرفوا انه كان في وقع تماما ممكن احيانا يتعرض الطفل بالمدرسة لي رد خفيف فرضا هالرد الخفيف هذا عمل تمزق عضل احملوا كان فيه الم خفيف مثلا اهل ما انتبهوا ما تابعوا الامر ما راجعوا المشفى ولا راجعوا الطبيب ولغم انه بيكون الاجراء العلاجي في البداية اجراء بسيط قد يكون عبارة عن وضع كمادات مي باردي او تلجع له وضع ربعات ضاغة او مشدع على المنطقة وتكون كافية بحل الموضوع تماما هون كيف بدون يعرفوا الاهل ضرورة سهاب للطبيب والتشخيص المباشر دائما وجود مثلا وزمي خفيفي بالمنطقة اي رد ممكن يعمل وزمي حتى لو وزمي خفيفي هالوزمي في حال كان المريض ما تتبع الاسس العلاجية الصحيحة بدت الضعف وتعمل متل ما حكيت ليه تجمع دموي باي وقت ممكن تظهر هاي دي الوزمي يعني منلاحظ احيانا بيضل الشخص ساعة او ساعتين هي بدأ اكتر من هاي بدأ اكتر من هاي حلق ظهورة بعد ساعة او ساعتين تكون الاصابة اكثر شدة اما ساعة اللي بيضل مثلا فترة اطول بتكون الاصابة خفيفة مثلا تمزق اربطة او تمزق عضلي المريض ما راجع طبيب او هيك استمر بالرياضة والركض والطلع الدراج ونزل الدراج والفعالياته الطبيعية مستمرة هالتمزق العضلي بيزيد هالتمزق بده ادي لحدوث نزف حكما اي تمزق اي عضلي فيها او عدموية وشعيرات دموية الى اخري زاد النزف ازدادة الوزمي زهرة الكدمة الموضعية طبعا هيبدأ اكثر من 24 ساعة حتى تظهر بشكل واضح صار تجمع دموي تجمع الدموي دائما الدم اللي بيتجمع بيكون هو مكان او مزرعة للنموض الجرسومي يعني ممكن ينتقل الجرسوم من اي منطقة حتى عن طريق الدم لها التجمع الدموي ويتحول من تجمع دموي خلال ايام طبعا الى خراج بيؤدي الى حدوث حالات مرضية حقيقية بصير المريض بيصير عنده عرواءات بيصير عنده قلم اكتر بيصير فيه وزمي شديدي بيصير فيه حرارة عالية كل هذه طبعا هذا اختلاط بيصير نتيجة الاهمار اما لو تبع المعالج الاساسي وراجع المشفى من البداية بيكون علاجه بسيط جدا جدا دكتور في حال تعرض شخص لحادث بدني يحملو له على المشفى احيانا طريقة الحمل غير الصحيحة هي بتسبب اذية للشخص المصاب هون كيف نحن بنقدر نتعامل بشكل صحيح مع الشخص المصاب طبعا بشكل عام مثل ما حكيت لك الإصابة أو إصابة بحادث كبير في منطقة هناك إجراءات ممكن اتباع في منطقة الحدث في المنطقة اللي صار فيها الحادث بتتضمن مثلا حادث سير كيف ممكن نشير المريض من السيارة فيه طرق معينة لطريقة حمل المريض من سيارة اللي صار فيها الحادث لسيارة الاسعار طبعا بنا نعتمد نحن على مجموعة من النقاط وفي حال وحدوث كسر فرضا بالطرف يجب تثبيت الطرف بأي شكل من الأشكال طبعا السبب الساعة اللي بيصير فيه كسر بالعظم بتصير حواف الكسر حادة جدا يعني بتصير مثل حد السكي ممكن تأذي كل المكونات التشريحية الموجودة في الطرف يعني فيه بالطرف عضلات فيه أوتار فيه أربطة فيه أوعي دموية فيه أعصاب هل الأعصاب والأوعي ممكن تنأذى بحواف الكسر إذا صار فيه حركة أثناء نقل المريض يعني أثناء نقل المريض مثلا مسك المريض بطريقة خاطئة صار فيه حركة في منطقة الكسر ممكن هذه تأدي الحدوث أزية في الشريان المغزي للطرف اللي بينقل الدم للطرف وبالتالي ممكن يهدد الطرف ويصير بطر للطرف ويكون السبب هو طريقة النقل الخاطئة لذلك لازم نعتمد بها الحالي على التسبيت طبعا طرق التسبيت مختلفة ممكن تكون نعتمد على طرق بداية جدا يعني مثلا هذه حالات إسعافية منعتبرها بموقع الحدث ما بدنا من سيارات الإسعاف والتجهيزات الموجودة بسيارات الإسعاف أنا ما أحكي بشكل عام يعني ممكن نعتمد على وضع قطعة خشبية تحت الطرف المصاب مثلا ممكن نعتمد على تسبيت الطرفين على بعض الطرف السليم بيثبت الطرف الهيدي ومنضبن مع بعضهم بشكل هيدي ومنلفهم بشكل جيد يعني الطرفين السفليين منضبن على بعض ومنلفهم بأي شيء حتى ببلوزة المريض بأي شيء ممكن يلفه وتساهم بالتسبيت قطعة خشبية قطعة كرتونية أي شيء تسبيت مثلا الطرف العلوي عجع الصدر ممكن نعتمد على تسبيت الطرف العلوي نضبه على صدر المريض ويساهم بهالحالي بمنع حدوث حركي بالعظم أثناء النقل أو أثناء الحركي طبعا أما في إصابات أخرى مثلا على مستوى العمود الثقري أحيانا ممكن يكون في عندك نتيجة الحادث إصابة بالفقرات طبعا إصابة الفقرات أو الكسور الفقري ممكن إذا صار نقل خاطئ تؤدي إلى أزية النخاع الشوكي وبالتالي حدوث شلال عند المريض أو أحيانا إذا كانت إصابة على مستوى العمود الفقر الرقبي أيضا ممكن تؤدي بحياة المريض طريقة النقل الخاطئة بها الحالة هذه كمان منعتمد بشكل أساسي على نقل المريض على لوح خشبي أو أي شيء قاسي بنوضع عليه ونقله قطعة واحدة إلى أقرب مركز طبي حتى يتم علاجه بالشكل الأمسل هون يعني منكون حصرا بسيارات الإسعاف فهذا الخيار اللي بيكون الأمسل للمريض حلا أكيد الخيار الأمسل هو وجود سيارة صعب بشكل نظامي أما في حال ما موجودي تأمين لوح خشبي ماهنه كثير صعب تأمين لوح قاسي ماهنه كثير صعب يعني بيتأمان وبينقل المريض بشكل جيد أكيد دكتور زكرت ببداية حديثك أحيانا بيكون في أشياء مترافقة مع الكسر أو الرض وهي ممكن مثلا يكون أحد الإصابات هي حرق فأي شيء ممكن نعالجه نحن بالبداية وشو ممكن شو إمكانية تنأجل معالجة الكسر أو الحرق هاي الإصابة نسميها الإصابات المركبة إصابات مركبة يعني بيكون في عندك أزيه على أكثر من مستوى على أكثر من مكون من المكونات التشريحي للطرف أو للمنطقة المصابة يعني نحن عندنا في الأطراف فرضا أو التشريحيا في عندك جلد في عندك نسيش تحت الجلد في عندك صفاق عضلي في عندك عضلات في عندك أوعي وعصاب وفي عندك العظم ممكن الإصابة أو الأزيه تكون كبيرة قليلا وتتناول هالمكونات التشريحية كلها حسب نوع الحادث أو حسب نوع المشكلة اللي صارت مع المريض طبعاً في أولويات دائماً في المعالجة في أولويات في معالجة أي إصابة مثلاً ساعت بيكون في إذناء إصابة وعائية فهي الأولوي الأولى دائماً الأولوي إلال يجب أن تعالج خلال الساعات الأولى ويجب أن تترافق أيضاً مع معالجة الحالات الأخرى يعني ما فينا أنا معالجة الإصابة الوعائية وبترك العظم لأن تركة العظم مثل ما حكيت لك ممكن أي حركة بالعظم تعمل أزيه بالشريان مرة تانية وبالتالي نفقد التروية الدموية على الطرف وتؤدي إلى بطر الطرف فالأولوي الأساسي لمعالجة أي حالة أو أي حدث هي الإصابة الوعائية نتأكد من وجود تروية دموية جيدة في الطرف ننتقل لمعالجة مثلاً الإصابة العصبية كمان بتم معالجتها من قبل طبيب الاختصاصي بهذا الأمر معالجة العظم تثبيته بالطريق الأمثل حسب الخيارات اللي بيختارها الطبيب للمعالج إصابة الجلد إصابة الجلد حسب نوع الإصابة بتجيك الأولوية فيها مثلاً إذا كان عندنا ضياع مادة جلدي كبير نحن ما بهمنا إذا في ضياع مادة جلدي كبير بقدر ما بهمنا إذا العظم مكشوف أو منه مكشور يعني إذا ضياع المادة الجلدي أدى إلى كشف العظم يجب أن تعالج الحالي بشكل آني ما بيصير يظل العظم مكشور يجب أن يكون هناك طبيب اختصاصي ترميم جراحة ترميمية بيقوم بتغطية العظم ما بيصير يظل العظم مكشور مثلاً بيكون في ضياع مادة بالجلد لكن في عنا مكونات عضلية تحت منه مغطاية العظم بشكل جيد ممكن نتريس في علاج الحالي يعني ما ممكن ننتظر قليلا لمعالجة الإصابة الجلدية حتى يترمم النسيج بشكل جيد ونعمل تطعيم جلد في مرحلة ثانية ما كتير فيه مشكلة بهذه الحالة إذن تحديد الأولويات العلاجية هي النقطة المهمة يعني نحن بدنا نختاره الطبيب عليه يختار شو هي الأولويات اللي بدوا يبلش بعلاجها بشكل تدريجي حتى يأخذ النتيجة المسلحة يعني حالات هذه بتير المهم هون دكتور نحن نعرف ونميز بين أنواع الكسور يعني ونقدر نتعامل مع كل كسر بالطريقة المسلحة أحيانا بيكون الشخص بيقوله مشاعر إيده أو أحيانا بيكون كسر متبدل خلينا نتعرف من حضرتك أكتر على أنواع الكسور وكيف التعامل مع كل نوع طبعا هلأ في التصانيف العلمية طبعا إحنا ما فينا نحكي بالتصانيف العلمية لأن المشاهد بهمه يعرض بعض النقاط الأساسية وليس التصانيف العلمية المعقلة قليلا اللي هي بتدخل نحن عنا في طرق العلاج يعني أنا فيني بقلك مشان المشاهد يقدر يستوعب شو المقصود بالكسر أول شي بعرف لك الكسر الكسر هو عبارة عن تفرق اتصال عزمي هاي بشكل موجز أن المكون العزمي أو النسيج العزمي تفرق عن بعضه بحيث صار في عنا تفرق اتصال في القشرة العزمية هالتفرق الاتصال بالقشرة العزمية ممكن يكون عبارة عن تفرق اتصال بسيط بالكاد مبين ومنسميه الشعر العزمي وممكن يكون هذا التفرق والاتصال أكثر شدي ويتبدل الكسر بحيث القطعتين العزمياتين المتفرقات تروح كل واحدة باتجاه وممكن يكون أشد أيضا بحيث يكون هناك تفتت في القشرة العزمية يعني بيسميه هذا كسر على أكثر من مستوى بحيث يصير في عندك تفرق اتصال واضح مع وجود شظايا عظمية متعددة نسميه الكسر المفتن لكن بشكل عام فين يبقى لك الكسور تقسم بشكل أساسي إلى كسور متبدلة وكسور غير متبدلة هاي بشكل موجز الكسور المتبدلة هي اللي بتعتاز للإجراءات العلاجية المعقدة إلى حد ما وممكن تعتاز لمداخلات جراحية والكسور الغير متبدلة أو الشعر العظمي أو الكسر البسيط هاي دي ممكن نكتفي فيها بالعلاج المحافظ بالجبس أو وضع أحيانا ممكن نوضع بعض المشدات أو الدواعي الطبية اللي ممكن نكون كفيري بعلاج الحالي طبعا هذا جزء من التصنيف هذا جزء من التصنيف البسيط اللي حكيت لك فينا نحكي على تصنيف آخر أو شكل آخر علاجي هو الكسر المفتوح والكسر المغلق الكسر المغلق أو الكسر المفتوح المقصود بها الحكي عندما يترافق الكسر بأزيه في النسج يعني أزيه في النسج الرخوي أزيه في الجلد يعني بتترافق بوجود جرح جرح مع نزف دموي يدعى الكسر بهذه الحالي كسر مفتوح لكن علميا علميا الكسر المفتوح يجب أن تكون بؤرة الكسر متصلة مع سطح الجلد يعني ما كل الكسر مترافق بجرح هو كسر مفتوح يعني يجب أن تكون بؤرة الكسر متصلة مع سطح الجلد حتى نقول هذا الكسر مفتوح حقيقة ونطبق عليه الأسس العلاجي الأساسي للكسر المفتوحة وأن لا يعامل معاملة الكسر المغلق إذا كان مثلا كسر مترافق بجرح بسيط آخر الجلد بس ما داخل على العضلة ولا داخل على الصفاق ولا داخل على بؤرة الكسر في الحالة هذه منصنفه هذا كسر مغلق وممكن نتعامل معه على أساس الكسور المغلقة من ناحية تحديد طرق العلاج المناسب لهذه الحالة كثير حالات دكتور نسمع عنا أنه تم ترميم الكسر بطريقة خاطئة قده ممكن هيدا الحالة تأثره؟ شو هي إمكانية عودة المفصل الطبيعي؟ لقلك شلون تحديد حتى نقدر نحصل على نتائج علاجية جيدة دائما بشكل عام يجب أن تحدد الإصابة بشكل دقيق مثل ما حكيت لك من البداية شو هي الإصابة؟ شدة الإصابة؟ موقع الإصابة؟ قربة من المفصل؟ بعضة من المفصل؟ في ضياع مادة؟ هناك مجموعة من المقاومات تتدخل في إنزار هذه أو في نتيجة العلاج يعني تختلف نتائج علاج الكسور حسب معطيات متعددة يعني أنا ما فيني بقول نتيجة العلاج اللي صارت هي نتيجة سيئة إنما قد تكون الكسر بحد ذاته هو إنزاره سيئ يعني كسر مترافق بضيعة مادة عزمة كسر قريب من السطح المفصلي كسر شامل للسطح المفصلي قطعا قد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل لكن حتى نحصل على نتائج علاجي جيدي من شخص الحالي ونحط تشخيص كامل للإصابة وترافقة بالإصابات الأخرى ونحط خطة العلاج المناسبة على الأغلب منحصل على نتائج علاجي جيدي لكن يجب أن يكون هناك دراسة دقيقة للحالة المرضية اللي قدامنا نحط خطة علاج قبل ما نبلج بالعلاج يعني مثلا أنا أجد إصابة راجعة قسم الإسعار في المشفى تم فحص المريض بشكل دقيق من كل جسمه تم فحص الإصابة بالخاصة يعني إصابة المنطقة المصابة تحددت الإصابة بشكل دقيق تشخصت بشكل كامل هل هناك إصابة وعائية إصابة عصبية كلها حددناها حطينا خطة العلاج المناسبة بدنا ننتبه هل هناك توفر للإمكانيات العلاجية يعني أنا أبدي بعض المواد اللازمة لتثبيت هذه الإصابة يجب أن يكون كل المواد من المستظمات جاهزة بشكل كامل ما لازم يكون في نقص بأي مادة من المواد اللازمة للتثبيت يجب أن يتم اختيار المادة الصحيحة للتثبيت وتكون متوفرة بشكل جيد بكل مقاساتها ما لازم يدخل الواحد على عملية إلا كانت متوفرة كل هذه المكونات يوم اللي بتحقق هالشروط هايدي غالبا بتكون النتائج العلاجية مقبولة وجيدة حتى ولو كانت الإصابات معقدة إلى حد دم لكن اختيار الطريقة هي الأساسي وتوفر كل الإمكانيات اللازمة هي الأساس في الحصول على نتائج العلاجية لكن لا هذا يعني إلا أنه لا يوجد اختلاطات كل عمل جراحي أكيد في اختلاطات وفي مشاكل وهي دي موجودة عالميا يعني مثلا الانتان أحد الاختلاطات الانديمال المعيب أحد الاختلاطات لكن كل هذه الحالة إلى طرق علاجية أخرى ممكن اللجوء إلها فيما بعد لترميم أي خلل علاجي صار عند المريض كتير مهم دكتور لنصلف الضوء على الأخطاء الشائعة أو المعتقدات الشائعة بين الناس كتير من نسمع أنه حدا كسرت إيده أو رجله بيتركوا الجبيرة بحسب عمره يعني حدا عمره 15 سنة بيتركوله الجبيرة 15 يوم 16 سنة 16 يوم برأيك هيدا المعتقد صحيح وطبعا الأهل هون بيتصرفوا بدون اللجوء للطبيب هيدا الشيء هيدا القصة أنا برأي منة دقيقة جدا جدا لكن هذا عرف من الطبيعي أن الطفل سرعة انديمال الكسر عنده أسرع أسرع طبعا السبب أنه هون بدون ندخل بآلية انديمال الكسر آلية انديمال الكسر الآلية الأساسية لانديمال الكسر تعتمد على وجود طبقة المحيطة بالعظم اللي هي ما تدعى بسمحاق العظم سمحاق العظم هو أكثر نشاطا وترويةا وسماكةا ومرونةا عند الأطفال من الكبار يعني مع تقدم العمر هالطبقة المغلفة للعظم اللي هي إلى الدور الأساسي في عملية الانديمال تصبح أكثر أو أكثر فقر في التروية الدموية يعني تصير تروية الدموية أضعف أما عند الأطفال تكون تروية الدموية غزيرة وبشكل طبيعي كلما كانت التروية الدموية غزيرة كلما كان الانديمال أسرع فلذلك عند الأطفال يكون الانديمال أسرع هذا بشكل طبيعي أما تحديد العمر كل سنة بيوم مثل ما هو متعارق هذا منه كلام دقيق أبدا دكتور كثير من نسمع في مناطق معينة من الجسم في حال تعرضت لكسور أو ردود لا يتم معلجها بأي طريقة وإنما الراحة فقط شو هي هذه المناطق وقد ممكن الشخص يبقى وقت لحتى تتعالج هذه المناطق مثلا مثل القفص صدري على سبيل المثال طبعا أكيد فيه إصابات طرق هاي طرق علاجية طبعا مثل ما حكيت من البداية اختيار طريقة العلاج المناسبة لكل حالة مرضية هناك بعض الحالات المرضية منكتفي علاجها بالراحة بالسرير حتى زوال الألم وبعد زوال الألم المريضي برجع لنشاطه العادي طبعا هاي دي فيه مناطق معينة هاي المناطق مثلا بدت تكون لا تتدخل بحمل الوزن مثلا معنى حاملة لوزن الجسم يعني ممكن تكون بالأطراف السفلية لكن في عندك بالجسم الجسم وزنه بتوزع بشكل جيد يعني بتوزع الجسم أن المنطقة الحاملة للوزن هي هون بهالمنطقة هاي من العظم وجود الكسر في منطقة أخرى ممكن يكون مألو دور كتير مهم بحمل الوزن وبالتالي منكتفي بعلاجه بالراحة التامة بالسرير مثلا كسور الشعب الوركي العاني بالحور ممكن إذا ما ترافقت بإصابات أخرى نكتفي براحة تامة في السرير لمدة 20-25 يوم مع شوية أدوية ومسكينات ومضادات وزمة وتكون كفيلة بإنهاء العلاج مثلا كسور فقرة انضغاط فقرة ما في أي إصابات أخرى لا إصابة عصبية ولا شيء ممكن نكتفي كمان بعلاجه بالراحة التامة في السرير مع مشدات طبية حتى زوال الألم في الأضلاع أيضا بسعين كسور ضلع أو ضلعين ممكن نكتفي بإعطاء المسكينات ومضادات الوزمة والراحة التامة حتى زوال الألم أيضا يعني في عندك إصابات كثيرة ممكن يكون العلاج هو بس راحة في عندك الكسور الانقلاعي فرضا اللي هي أنا بعتبرها مثل ما التمزق الأربطة كمان ممكن يكون علاجه هو عبارة عن راحة تامة حتى زوال الألم ومع إطاء المسكينات ومضادات الوزمة إذن في حالات علاجية بتكون عبارة عن راحة بس هذه العلاقة بتحديد الكسر منطقة الكسر شو دور العظم المكسور بالنسبة لجسم الإنسان وتحديد خط العلاج المناسبة بها الحقيقة تمام قدي مهم دكتور نعمل إعادة تأهيل للطرف المكسور بعد التئام الكسر هذه نقطة مهمة جدا جدا دائما إعادة التأهيل المريض المصاب بكسر إعادة تأهيله فيها معانات حقيقية طبعا المعانات أنا برأيي بتنبع من هدت نقاط أول نقطة هي التأهيل النفسي للمريض يعني المريض المصاب بكسر وحصوصي إذا كان في صن النشاط والحركة والحيدا بدك تعيده للمجتمع يدخل بالمجتمع من أول وجديد في ناس كتير كتير في عندهم معانات حقيقية نتيجة قاعدتهم بالسرير مثلا فترة طويلة وخصوصي في الإصابات الكبيرة يوم اللي بيكون في عندك إصابة كبيرة مثلا تضطر تحطي جهاز تثبيت خارجي على الجهاز التثبيت بنعالج فيه نسج الرخوي انتهينا من علاج النسج الرخوي بدنا نرجع نعالج العظم بدنا نضطر نحط تطعيم عظمي إذا مسيرة علاجية طويلة قد تستمر سنة تأهيل المريض نفسيا نقطة مهمة جدا جدا بهالحالات إعادته للمجتمع نقطة مهمة جدا بغض النظر على إعادة تأهيل الطرف اللي كمان نقطة مهمة أي و هو أساسية يعني إعادة تأهيل الطرف تتضمن إجراء علاجات فيزيائية قد تستمر لمدة شهرين أو ثلاثة شهور حتى تقدر يترجع المريض للوضع الطبيعي أحيانا خوف المريض بيقتضي تدخل أطباء نفسيين حتى يقدروا يطلعوه للمريض من الخوف اللي هو فيه وخصوصي كونه المريض تقلم بيخاف من الألم كتير بتعليل ما بيعمل حركة قلة الحركة بتعمل دمور عضلي بتعمل يبوصي مفصلية بيقترجع يتأهل المفصل بإجراء حركات تمارين تنبيه عضلي بيقترجع المكونات تشريحي لوضع الطبيعي هيدا بده إعادة تأهيل ويستمر فترة طويلة المفاصل مثلا يبوصات المفصلية اللي بيكون بسان بعض الجبس تسبيت بالجبسين ممكن المفصل يصير في يبوصي مفصلية بدك تضطر يتعملي إعادة تأهيل المفصل وتحريك تدريجي للمفصل ما بيصدر يكون فيه تحريك عنيف بدك تأهلي من خلال إجراء معالجات فيزيائية تدريجية وبيضة خبيرة تحتاج إلى خبرة ومراكز طبية علاجية بهذا الأمر وتحتاج لتجهيزات مهمة قد تكون فترة العلاج الفيزيائي طويلة يمكن ايه طبعا المريض اللي بيتركبه مفصل صناعي أحيانا في بعض الكسور منضطر نحن نركب مفصل صناعي بدل المفصل الطبيعي هدول بيعتازوا لإعادة تأهيل جيد ومراكز علاجية مراكز علاج فيزيائي مهمة حتى تقدر يتأهل المريض وترجعه وخصوصي في عندك بعض الإصابات بيكونوا مرضى كبار بالسن صحي فهني عندهم مشاكل سلفا ضعف عضلي دمور عضلي عندهم إصابات عصبية أحيانا عندهم خزل شقي ومنضطر مثلا نركبه مفصل هذا إذا ما تم تأهله بشكل جيد من قبل المعالجي الفيزيائي وكان في مركز علاج فيزيائي مهم ممكن ما يؤدي إلى نتيجة جيدة نتيجة العلاجية تكون سيئة وتكون العمل الجراحي جيد بشكلها ونتيجة العلاجية جيدة كعمل جراحي وكصورة شواعية لكن المريض ما عمل حركة جيدة طبعا إعادة تأهله بتتم من خلال مراكز العلاج الفيزيائي طب دكتور خلال حديثك ذكرت أنه ممكن تستمر فترة العلاج ثلاثة شهور ستة شهور أحيانا أكتر حسب نوع الإصابة وخطورته هذا الموضوع داي ممكن نحن نكون على تواصل مع المريض في حال إذا بدي يحرك طرف من أطرافه أو التغذية الدموية للطرف المكسور هل ممكن نحن يكون في تدليق معين شيء يريحه أو يخلي دائما في حركة بالعضو المكسور بالطرف هلأ مثل ما حكيت لك بعد ما بتحطي خطة العلاج المناسبة للمريض تحديد فترة الاندماء تحديد فترة الاندماء هناك زمن محدد لالتقام الكسر فيزيولوجيا يعني المراحل الاندماء للكسر بتتم بمراحل هذه المراحل مهما كان الكسر بدأت مر فيها يعني مرحل مثلا بالبداية العلقة الدموية أو الورمة الدموية بعدين بتحول لدشبس ليفي دشبس عبارة عن نسيج ليفي بتوضع عليه الكلس بتحول لدشبس عظمي بصير البلش الكسر يمسك حاله بتقوى هذا الدشبس العظمي بشكل تدريجي وبيمر بمرحلة الأخيرة بمرحلة إعادة التكون بيبلش ياخد العظم الشكل الطبيعي هاي دي بشكل عام أي كسر بدو مر بهذه المراحل لكن إذا كان كسر مثلا فيه ضياع مادة عظمي شو معنا الضياع مادة عظمي يعني فيه فقدام بالعظم يعني عندنا قطاطين عظميات وفيه منطقة فارغة من العظم العظم بعيد عن بعضه قليلا ما فيه تماس عظمي منضطر نحط طعوم عظمي هاي دي حكما بدأت تتأخر عملية الاندماء لأنه هاي دي بدأت تاخد وقت أطول حتى يتعبه هالفراغ اللي صار نتيجة لوجود الضياع المادة العظمي بها الحالات هاي دي حكما بدو يترافق تترافق الحالي بوجود بعض الاختلاطات المفصلية والضمور العضلي والاضطرابات الاغتزائية في الطرف يعني الطرف اللي بدو يتسبت وبدو كون المريض قاعد فيه بالسرير ما عم بيتحرك كثير حكما بدأتكون التروية الدموية فيها أو حركة الجريان الدموية في الطرف أبطأ يعني الإنسان اللي عم ما يمشي بيكون جريان الدم عنده أسرع من الإنسان القاعد وبالتالي هاي بدو إعادة تأهيل أيضا لإعادة التروية الدموية للطرف من خلال الكلام اللي حكيت لك ياهو العلاج الفيزيائي والتمارين إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى يعني ممكن نعمل نحن إذا المريض ما قدرنا نحركه يعني ما قدرنا نخليه تحرك على العكازات أو نمشي بمراكز العلاج الفيزيائي ممكن نعمله علاج الفيزيائي هو بالسرير يعني مجرد ما نعمله حركات فاعلي أو منفعلي للطرف أو للأصابع أو للقدم أو للكاحل أو للرقبي أو للورك أو للطرف العلوي هايدي بتساهم في تنشير الدوران الدموي نلاحظ أحيانا بعض الكسور مثلا بيقولوا إذا كان الإيد مكسورة دائما حركوا الأصابع بهيدا الشكل لا حتى يكون في فهيدا الموضوع قدامهم مهم جدا الحركة المبكرة مخصوص إذا كانت الإصابة جزئية خفيفة ما مترافقة بأزيات وطرية ولا أزيات عضلية أخرى الحركة المبكرة كتير مهمة في المحافظة على المقاوية العضلية يوم اللي بتثبت الطرف بالجبسة أو بالجبس لفترة طويلة حكمها العضلة بدأت تضمر لكن يوم اللي بيعمل المريض هذه الحركة بشكل متواصل بيحافظ على المقاوية العضلية العضلة ما بتضمر بها الحالي أو لو ضمرت بيكون دمورة أخف غير هيك بيحافظ على يونت المفاصل يعني يوم اللي بتثبت مريض بالجبس إذا ما حرك أصابه حكمها هون ما في أزيية الأزيية مثلا فوق لكن الجبسين واصل لهم بدو سير يبوسي في المفاصل هاي صحيح يبوسة المفاصل شو بتجير وراها من مشاكل أخرى سواء على العضم المكسور أو غير المكسوق ممكن يصير في عنده بيسموه ترقق عضم نتيجة عدم الاستعمال إنه المريض ما استعمل الطرف دخل في مشاكل نقص الكسافة العزمية يبوسة المفاصل واضطرابات اغتزائية أخرى يعني بتصير بنحكي فيها هي أكتر تعقيدا وتلازمات معقدة إلى حد دمه بدها طرق علاجية مختلفة بسي وهو السبب إنه المريض ما حرق إيدو أو ما حرق أصابعو وخصوصي هاي المشاكل بتصير عند الكبار بالعمر أكتر من عند الأطفال يعني الاضطرابات الاغتزائية قليل ما نشوفها عند الأطفال نشوفها عند الكبار بالعمر اللي بيكونوا مثلاً هني عندهم مشاكل وعائية أحياناً عندهم خوف من الحركة بخافهم من الألم كتير التزبيد الخاطئ للجبس أحياناً بنوضع الجبسين بطريقة شوي خاطئة بوضعيات مانا صحيحة ممكن تؤدي إلى حدوث أو حدوث هذه المشاكل بشكل أوضح وأكتر طيب دكتور طالما عم نحكي عن الكسور بالأطراف العليا باليدين كتير منسمع أنه عم نشوف الدكتور ويقول للمريض أنه لازم تبقى الإيد مسبتة على الصدر بالحامل فأغلب الأشخاص بشيلوه بصيروا يتحركوا بشكل طبيعي وبينسوا أنه إيدون مكسورة هيدا الشي بيأخر بعملية اندماج العظم مع بعضه بيأخر فترة العلاج بطولة لا لا أنا بدي أقول لك شادي كل كسر أو كل أزيرة ضيئة بدأترافقها شي بيسموه وزمة أو وراء ما هي هلا يوم اللي بدي أنا سبت بالجبس الجبس شي قاسي حطينا على الطرق ما هي معناها إذا زادت الوزمة بده يزيد ضغط الجبس على إيده وبالتالي ممكن يأثر على التروية الدموية يعني يعيق الدوران الدموية فإذا المريض ما رفعت له إيده الوزمة بدأت زيد وبالتالي الجبس ممكن يعمل مشكلة حقيقية عند المريض ويؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة في بعض الحالات يعني مريض خطي يقول له أنا جبس لإيده هملة ما رفعه بشكل جيد ما اتبع النصائح الطبي اللي عطاياها الطبي توزمت الإيد انضغط الشريان ما بقى عم يضخ دم بشكل جيد بيؤدي إلى حدوث مشاكل وانكيماشات عضلية ممكن تعمل له مشكلة حقيقية بالطرق متلازمات حقيقية شديدة جدا جدا يعني يما في حالات جبس مجرد نحط جبس والإصابة ما أنا معقدة كثير كسر عظمية ساعد عادي أدى إلى حدوث مشكلة وعجز وظيفة يظل معه للمريض للأبد والسبب هو مريض نزل إيده ما رفعه بشكل جيد ما انطبه الطبيب على الوزم اللي صارت في الطرف تأثرت التروية الدموية تأثر العصب اللي هو أكتر تأثرا بالدوران الدموية العصب المغزل للإيد العصاب هي عناصر تشريحية حساسي جدا للتروية الدموية أول العناصر اللي بتتأثر هي مجرد ما تتأثر العصب المغزي للعضل أو الطرف ستتأثر العضل أيضا وتؤدي إلى حدوث الإنكماشات المصالية طبعا يعني أكيد كثير أسئلة بتتراود بهذا الموضوع دكتور ولكن بنهاية لقاءنا بدنا نصائح توجهها لأي أحد عم يسمعنا يستفعل لنا طبعا أنا بقول لك شي نقاط مهمة بدون تبهي علي الواحد الإجراءات العلاجية المهمة اللي بتكون أحيانا منقذة للحياة هي بحسن تصرف بعض الأشخاص في منطقة الحدث يعني أحيانا التصرف الصحيح في منطقة الحادث من بعض الأشخاص قد تكون هي السبب في إنقاذ بعض المصاب مثلا مثل ما حكيت لك من البداية هو تأمين مجرى تنفسي جيد يعني مثلا حادث سير مبين المريض بحالي حريجي أهم شيء أمن مجرى تنفسي جيد برفع الرأس مثلا وتأكد من مجرى تنفسي سالك كلما أنه سالك إنه ما فيه مفرزات ما فيه مثلا إقياء ما فيه مفرزات دموية بتم المريض ما فيه هي يتأكد منها بشيل كافة المعيقات للجريان التنفسي ربطات عنق أو شيء كلما بيشيلها بيحاولي حرر العنق بشكل جيد هاي إجراءات ممكن يكون فيها أي شخص إنه يرجع رأسه ويفتح التنم ويتأكد التنم في شيء ما أنا صعبي عرفتي النقبة بينتقل للنقطة الثانية هي المنطقة المصابة بالأزية وتثبيتها بشكل جيد لنقل المريض إلى في حال وجود جروح أو إصابات وعائية نازفة ما أنا كمان كثير صعبي في إنه الواحد يوضع أي قطعا ضيفي على منطقة الإصابة ويحب فقربات ضاغط كمان بيكون أمن إني ما بغى في عندي نزف بالحد الأدنى حتى يكون وصل المريض لو ضغط عليه زياد لو ضغط عليه لدرجة إنه ممكن يفكر إني أنا منعت الدوران الدموية عن الطرف ما في مشكلة لو يكون وصل المريض إلى مركز الإسعار أو للمشفى بيتم تحرير الطرف والتأكد والإرقاء الجيد للأوعية الدموية بس بيكون بهالحالي بالمنطقة هناك بعض هذه الإجراءات كثير مهمة في إنقاذ حياة المريض لحد ما يوصل على المشفى أنا بقول شغلي إنه هذه المستلزمات ممكن الواحد يحطها معه دائما بشكل دائم في السيارة إنه ممكن يحط بعض المكونات الأساسية لحقيب الإسعافي اللي أحيانا بيسروا علي البعض يجب أن تكون موجودة وبتطمم بعض النقاط الصغيرة يعني سواء كانت عبارة عن إرباط ضاغط مثلا بعض القطع القماشية النظيفة اللي ممكن تحطها على منطقة النزف وبونت شاش معقمات هيك شغلات ممكن ترحط بأي سيارة بيتم استعمالها بهاللحظات هذه وبالتالي الاستفادي منه وتكون هي سبب في إنقاذ حياة المريض أحيانا نحن كتير نتشكر وجودك معنا لليوم دكتور منذر بغداد اختصاص عظمية شكرا لإلك ويساعد صباح أهلا وصالح بيكم أكيد شكرا لوجودك معنا ولمعلومات اللي اعطتنا إن شاء الله عدد كبير من المشاهدين يكونوا استفادوا من هذه المعلومات ويتقيدوا فيها وإن شاء الله السلامة للجميع يا الله أعلم